اغمتوا النيفة مش بس من سوريا ومن العراية ومن لبنان لا كمان فيه زيجات اوروبية نتيجة هذه زيجات ايه اثارها ايه ايجابياتها سلبياتها اذا بنتكلم معنا الزوج المختاط هيكون موجود معنا حالة مميزة جدا وبشكر جدا جدا الضيف الكريم اللي جاء لنا من باريس مخصوص وهو بيدارس في جامل شرالدو جول هناك في فرنسا ومتزوج من فرنسية هي مش مناظرة بالعكس هما الاثنين بينقشوا وبيحللوا هذه القضية الزواج المختلط ده بالنسبة لأهلين بالنسبة لولادنا بيشوف هل لها ايجابيات ولا لها سلبيات وهل هناك زواج او زيجات بعينها مع نوعيات او جنسيات افضل من جنسيات اخرى ده اللي هنعرفه مع حضراتكم يوم السبت اللي جاي في قول حلقات برنامجنا الاسبوع القادم السيد يكون موجود معنا مع حضراتكم فقية العصر وظيفة اساسية وعمود اساسي في هدف برنامج دكتورة مالكة بزرار نورينا دكتورة مالكة كالعادة احنا النهاردة مستمرين في العقوق وقضية العقوق وعقوق الابناء ومنسمع تليفونات حضراتكم وده اللي بيسري الحلقة ونتعرف برضو عن تجارب دكتورة مالكة زرار في الحياة بواجن عام وهي عملت ايه علشان تقدر تربي ولاد صالحين وينفعوا المجتمع وينفعوا حتى وصارهم بس نشوف مع بعض سريعا حصاد وهذا الحصاد بيكون مرة واحدة بنزيعه اسبوعين لحضراتكم ودهتو اربع دقايق عشان نعرف مع بعض الاسبوع اللي فات كانت معنا قضايا ايه وبدل حرية الكاملة الضيفة اللي موجود معايا على الهوى انه يعلق انه يعقب انه يقول رأيه في اي قضايا ميل قضايا اللي حنشوف مع بعض الخمسة معايا كان في حلقات الاسبوع المال دكتورة ميسون الفايوم دكتورة ولاء شبانة الاستاذة فييد الشباشي معايا الدكتور سالم عبد الجليل كان معايا ضفة الكلمة دكتورة مالة كالوس الزرار والاعلامية القديرة واستاذة الاعلام الدكتورة عزهي كان نشوف مع بعض الحصاد ونرجع لحضراتكم عشان نبدأ موضوعنا النهار تفضل هل المرأة المتزوجة اذا حدث لها هذا الميل العاطفي تجاه اي رجل اخر هل من حقها انها تطلب الطلاق ولا ده مش من حقها انا بالنسبة لي باعتبرها بصراحة ده خيانة اخيانا فكرية لاني مش شرط ان الخيانة تكون ممكن تكون مطمئنش اي حاجة خالص مجرد بس انها بتفكر في حد تاني بس برضو في نفس التوقيت لازم ما اخفلش على انه ان المرأة يعني انا بلاحظ انه كتير جدا وخصوصا في البيئة اللي بقينا نعيش فيها دلوقتي انه في بعض من الرجال فاكرين ان المرأة هي مجرد شيء يعني عادي في البيت بس ده حصل لو طلبت الطلاق انا بقول ان لا ما تطلبش الطلاق لان هي الساعة الميحصل مين ممكن يكون نتيجة فراغ معين في حياتها ممكن تكون شايفة من بعد الكسور من الزوج طبعا في البداية واجب عليها كبحة مشاعرها وفي مسببات اصلا وصلتها لهذه المرحلة وفي مسببات اصلا خلت ان فيه فطور عاطفي شديد ما بينها وما بين زوجها ده لو هم عشرين سنة زي محاكمة بتقول مثلا اذا كان السبب تقصير من الزوج صعب جدا اصلاحه فلا عليها طبعا طبعا اتخاذ موقف فوري شايفة ازاي هذا القرار بمنع النقاب هل هذا القرار متعسف زي بعض بيراه هل ده قرار يجب ان اتخذ مثله شايفة ازاي حقق يتوقف عندما يبدأ حق الاخر ممكن او يبقى فيه حجة بتقول انه من حق الست انها تخب وشها اوكي من حقها تخب وشها فين حقي انا اعرف مين اللي جانبي ولا انا مليش حقوق يعني هي المنتقبة لها حقوق وانا مليش بتدفع عن النقاب ليه انا شايف ان النقاب احتشام وانا شايف ان النقاب دلالة وعلامة تقتنع بيها المنتقبة وانا اقايدها في هذا الرأي من ان ارتداءها للنقاب انما يؤكد على التزامها بالشرع التزامها بالتقاليد والعادات احنا لما خدنا قضية النقاب وانا لما تبنيت قضية المنتقبات كان من باب الدفاع عن الحرية الشخصية واذا ثبت لدينا ان النقاب يدخل ضمن الاحتشام والاحترام والعفة والطهارة وانه ممكن يكون صورة من صور فكرة مزايدات دائما وكأن النقاب هو الفضيلة ومن لا تبتدي النقاب فهي ترتكب ايه انا كنت منزل الورقة تحت عنوان النقاب ليس فريضة هو نزل ورقة تحت عنوان النقاب عادة واستفادها من رأي الملكية على فكرة اتعامل الكتاب بهذا العنوان النقاب عادة لما جوم الاخوان للأسف ضمروا كتب دك الله انا اتمنى انا اتمنى الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف يعيد طبع هذه الكتب ولو ان الواجي والكفين عورة ما جاز لها ان تحج وتعتمر بهذا الشهر طب انا من حق الزجن يتنازل عن هذا الحق اللي ربنا الدهول ممكن يتنازل عنه انت ما تضالش تحكم عن المستقبل يعني انك انت ما تضالش تحكم يعني هي مرض مثلا يعني هو التعدد ليس له اسباب تمام او اخذ بالك الا ان يتوافر الشروط التي تحفظ على المرأتين واخذ بالك حياة حياة كريمة وكذا 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 قانونا هو بقى دي فيها المشكلة ان هو ممكن ما يتمش الموافقة عليها من يحيى القانونية قالها انا بأخذها عليه ما في حاجة اصلاها في شريعة المتعقد الصرع صرع الله بس دا من انت تقال يعني دا من انت تقال العقد الشريعة المتعقدين لا دا دا في العقود المدنية اه مش في الشرعية لا 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 الشرعية ممكن تقولها في ايه في البيع والشرع اللي بيزكر هو بيضيع اهله قبل ما ينتقى بالطالبات يبدأ بجواز الصالونات وهيك برضو يعني مربية فاضلة واسسة اعلام وبتقابل الطلبة والطالبات وكاتبة يكون بيناعش جواز الصالونات افضل ولا جواز اللي بيتم عن طريق التعارف والحب افضل جواز الصالونات دا يعني للأسف بقى حتمية دلوقتي للأسف لان بالرغم من كل اللي بيتقال بقى ان في حرية وفي تكنولوجيا وفي تقارب بين الناس التقارب الشديد دا خلى فيه كتير من الشباب بيعزف عن الزواج بالطريقة طبعا هذه الحلقات بالكامل مرفوع اليوتيوب من يريد ان يشاهد الحلقات كاملة ممكن هو يتواصل مع الحلقات وزي ما قلت هي مرفوع بالكامل على اليوتيوب نبدأ عطول حلقتنا النهاردة مع دكتورة مالكة زرار بس خلينا نستريع نشوف بس نتيجة حلقة الامس المواقع او مواقع تواصل اجتماعي تنولت حلقة الامس سريعا كنا هنخذها في دقيقة هنشوف مع بعض بالفجر سام عبد الجليل الزواج العرفي حلال في هذه الحالة وقال الدكتور سام عبد الجليل وكيل وزارة الاقاف في السطبق انه لا يشترط التوثيق لوقوع الطلاق لان الطلاق مثل الزواج كلمة واضاف عبد الجليل خلال تصريحات تلفزيونية ان 60% من المصريين متزوجين عرفيا لا فاتل الى النسبة كبيرة من المطلقات والارامل ومن يخشى من زوجاتهم متزوجين عرفيا ان توصيق الزواج بيتتبع عنه حقوق عندي بعد كده في مصر اوي سام عبد الجليل ده كان منشط 60% من المصريين متزوجين عرفيا عندي في مصر اوي تاني العرفي حلال والطلاق لا يحتاج لتوصيق وكيل اوقاف السابق 60% متزوجون عرفيا عندي بعد كده في البوابة بالفيديو سام عبد الجليل الطلاق دون سبب حرام شرعا واضف عبد الجليل خيال الحديث وفعام ما يتساءلون على الالتسي انه يشتري في الطالب ان يكون له مبرر مقني على الانفصال موضحا انه قرار الطلاق يعتز له عرش الرحمن عندي بعد كده في الفجر سام عبد الجليل الطلاق حرام شرعا في هذه الحالة متكلم هنا على ان الطلاق هناما يكون بلا مبرر او سبب مقنع يكون حرام شرعا مشددا على ان عدم انجاب الرجل او المرأة لا يوجب الطلاق وانما حال كون الرجل او المرأة يعرف ان ده عيب يمنعه من الانجاب ولم يخبر به فهذه خيانة لكن حال كونه لا يعلم انه لا ينجب لكنه قادر على القيام بواجباته فلا يستطيع الحق في طلب الطلاق واضاف لو طلبة الطلاق تتنازل عن كل حقوقها سام عبد الجليل يوضح حكم المرأة التي تحب غير زوجها ده في الفجر برضو انها لو حدث وانشعت المرأة المتزوجة بميل تجاه رجل غير زوجها عليها ان تكتم هذا الشعور وتحاول ان تقاومه بشدة ولها اجر على ذلك وفي الوفد من حق الدولة منع النقاب ومصراوي اخر بقى حاجة معنا النهار ده من حق اي مؤسسة منع النقاب حال تهديد امنها طب الدكتورة ملك شفنا حلقات مع بعض الحصاد وشفنا حلقة الامس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد المباوت رحمة زن العلاني خصومي كتر جدا جدا ومنهم يأتي في زيل الترتيب من كنت يعني اعتنس به اعتزاز كبير جدا وهو الشيخ دكتور السام هو الخلاف في رأي يرسل له القضايا في خلاف لو يكون في الاجتهاد لو يكون امر لي رأي ورأي لكن الشريعة الاحكام السرعية حاكمة لمحكومة مش على حسب الهواء يعني يهرم على المبتي ان يضلي برأي يتطفق مع اتجاه اجتماع واجتهاد السياسي او المجتمع اشوفه عزي او احسن صورتي قصاد الناس انا كل اللي انا بالجأ الي ومش حناء شوف اي حاجة في النقاب وفرحان او ان هو عامل الورق ده وبيطلب من وزير الاوقاف ان هو يعيده ان شاء الله ستكتب شهادتكم وتسألون باذن الله شهادتك مكتوبة وقد وجبت واحد استناني دي حاجة بيقدر يرد يقدر يعمل مناخلة الحاجة التانية انا حلجأ للمباهلة فمن حاجة كفية من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نجعل لعمة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وبهذا اختم كلامي لفضيلة الاستاذ الدكتور يعني هيك الموضات مش عشان نقاب الموضات عشان الزوج العرف طبعا طيب احنا بدتكلم النهاردة عن خاصة خاصة معلش تسمحلي احمد خاصة ان الستين في المية وهو عمال يتكلم ويتباهى بيها لا هو بش بيتباهى بالعصف يعني يعني او بيقرها بيقرها بيقولك ارامل حدد ارامل اكترهم يعني ارامل و ايه و مطلقات الارامل و مطلقات هل تعلم ان هناك كثيرا من الزيجات طلقت طلقت بالاتفاق طلقت من زوجها يعني بالمواطقة و بالاتفاق اللي ودي بينهم وتزوجوا العرف ليه علشان تاخد المعاش معاش ابوه او معاش زوجها في اكثر معاش زوجها وفيه حلات ابوه او معاش ابوه يعني اذا تصريح تصريح بالسرقة ان المطلقات تقطع اليد بس هو قال ساعتها يعني ده ما لسخته ده ما لحرام و ده ما لتحزه بقول لها حضرك ابيح وارجع اقول لي يا جماعة ده حرام كل ما يؤدي الى فتح سد باب الزرائع المجتمع محتاج لهذه القمم من العلماء انه ياخدوا بيده بشي بتحولوا الباب طب قد بس عشان يعني اكمل كلامه في هذه النقطة قال ان توصيق الزواج وهنا لا يصح ان اعتبر الزواج العرفي فاسق لكون هذا يعتبر النسبة كبيرة من المتزوجين زنة وهذا لا يصح يبا اذا الواقع بيحكم على الشرع اتراجع يا شرع انت على اليمين ده سيدنا علي ابن ابي طالب لم يكن رسول الله يضمن الصناعة طبس هو هنا برضو نهى كلامه قال ان هناك فرق بين حقوق الشرعية والمدنية مشددة لان الشرع الاسلامية بها اجماع لان الزواج العرفي حلال لاي ما فيش اجماع حال توافر اركان الزواج الطبيعية به يعني جزء ده وهيرد علي طب نبدأ نروأ بقى كلا نبدأ حلقاتنا النهاردة وعن عقوق الابناء معي عسوس بوترس واحدة بوترس اطروح نشوف جزء من الدراما ازاي تناولت عقوق الابناء اتجاه الامهات والاباء اهل بيك عسوس بوترس فضل الله يتليك يا سيد احمد احب سلم عضيف على سيد زمالك واحب بس ادي الحاجة مهمة انت حاضر فتقولت ما تدي الشرعية للضيف ممكن اقول كلمة لأستاذة ملك التكتورة اللي انا دايما معجب بها دايما اتفاض انا عايزة نشوفه اصل المشكلة بتاعة مطر ايه اللي عمل المشاكل دي كله وعمل الدوشة دي كله عندنا نفسبوها مع بعض انت بتكامع المشاكل الاجتماعية عسوس بوترس بس انا عايزة اقولك على حاجة برضو اه يعني بدي حرية كاملة للضيف وللمتصل ولكن ايضا لان انا ما بقدرش افصل او اقطع الخط من عندي فانا فوضت فري الكنترول كله والاعداد والاخراج انه يكون بس القاطع ده مش كان دي موجه لحضرتك يقول في العموم فانا اتحمل بس لسويتي الهوى وانا معك بس بدون بس يعني ايه يعني منجرح في حد او نقول لفظ خير لا يا سيد احمد لا يا سيد احمد ازاي انا اجرح فيكم انت راجب جيد جديد ربنا يكرمك مش في انا في اي حد يعني اتفضل لا يا فنزل بس انا ما اتكلم بيت اصل بيت اهل خبرة اي مجتمع بس احمد ما يكون رجل الدين ويكون السياسي ويكون الاعلام لو بصينا عالسياسة جابلي الرئيس السيسي احنا احنا اللي مش عايز يفصل بيجي الفتاة بالغازب بتعمق يعني الفتاة بيجي عزب حجيزه من استقرار لدرجة ان انا رواس اطلال لحط لخصة او عملت اي حاجة اغرازب بتحميل اذا ما تفعل عشر جنيه انا مش سمعت ده بتقول ايه يا استيس بوترس والله العظيم ما سمعك مش بيفصل عشان انا مش سمعك بس فعلا انا فاهم مش فهم الكلام هايك بتقوله ايه يعني بس انا اللي فهمت منك اللي فهمت منك يعني انت عايز تقولي ان الحل بيكون عن طريق ثلاث جهات السياسة والدين والاعلام بعددلك استيس احمد الدين اوسط وسالتي بالزبط لا استيس بوترس انا مش عايز نقد لا للسياسة ولا للدين لا للسياسة كلمني في الاخر كلام بس جملة يعني ادي لي جملة واحدة مفيدة في العهوم عايز تقولي عشان ادي لك الجملة المفيدة لازم اعرف قلعي فيها عشان ابدأ نجيل لك الجملة مش حاجة بنقول كلمة واس لا ما هو عنديش وقت والله الموضوع ده السيد بوترس اتصدل رجل الدين السياسي الاعلام الاعلام سياسة جاب فيه قناوات الحمد لله احنا وقعنا مختار من اللي هو حدثت فيه قناوات تانية زورتت حجومي وده بشي هدفت فيها تضيس طب سيد بوترس انا فعلا اذا بتفضل تتكلم كويس وان فجأة الكلام بفهموش انا والدكتورة مالك انا بشكرك جدا جدا سيد بوترس هشوف مع بعض جزء من الدراما تناولت ازاي العقوق ونرجع تقول مع الدكتورة مالكة بنعرف طب العلاج ايه لان انا عندي رأي بيقول ان حبس الابن العاق ده مخالف للشريعة وما ينفعش طب نعمل يشوف مع بعض الدراما تناولت هذي القضايا ازاي سوفي دكتورة مالكة كريمة أصلاق الله العظيم دكتور مالكة دموع يعني ايه اذا ايمكن من المرات القليلة قوي قوي لشوف فيها الدموع نازلة من ايه كده ليه بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أثر في المرسالين سيدنا محمد المبوت رحمة للعالمين يعني الدموع زي ما انت بتقول كده يا أحمد مرارة اللي انا بسمعه اللي بشوفه وانت عارفني وبقالك عمر ان انا ما بخدش من جانب واحد أبدا دايما بحاول الجانب الآخر اعرف رأيه ايه او اشوف رأيه ايه من ضمن الحاجات اللي تعبتني جدا جدا ان فيهم يعني قبل ما حدد المكالمات ما تجيليش بعد الجلطات اللي جاتلي في ديبولة المخ جاتلي تليفون من ستة كبيرة فبتقول لي يا دكتورة ابني رايح يا حج فقلتلها طيب كويس ربنا ان شاء الله يتقبل قالتلي هو ينفع يحج من غير ما يسلم علي قبل ما يمشي قلتلها ازاي قالتلي قصوه بخصيمي بلوك كذا سنة يعني مقطح اه مقطحة فقلتلي قالتلي هو ممكن ربنا يقبل منه حجته وانا قلبي غضبان قلتلها انا حقولك رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جالس وعرف بين أصحابنا قال لان بتتنزل الرحمات وتبقى الدعاء مستجاب فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان أحد منكم قاطعا للرحمة فليغادرنا لأننا لأنها تتنزل الرحمات ولن تتنزل وبيننا قاطع الرحم فتعلم فيه واحد آب بقولك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد فترة واخد بالك ورجع يعني متأخر فقال إن كنت غضبت خالتي وذهبت إليها دي الخلا مش الأم كمان مش الأم مش الأم ف ستي دي لما قالتلي الكلام ده أنا قلت لها فقامت قالتلي قالتلي يعني ربنا شايف وسامعني قلتلها إن شاء الله بإذن الله ربنا يهجهولك ويرجعلك بإذن الله ويا ربنا يلين قلب أنا أنا ليه بتتكلمه براكز أو كل الإعلاميين أو أكتر الإعلاميين بيتكلموا عن يعني مش ظاهرة في مصر بس في كتير من الدول سواء الأوروبية لها مبررتها لكن إحنا عندنا مرجعيتنا أو الأساس اللي إحنا بنقوم عليه هو الإسلام فنظرنا إلى الشريعة اليهودية نجد يعني يعني صعب جدا جدا قطيعة الرحل والاهتمام بالأم والأب وكذلك ده في المقدمات الأساسية ويعتبر كل واحد يهجي ينضم إليه المسيحية كذلك كلنا في موتقة واحدة وكلنا متفقين يعني كل الأجيان السماوية متفقة على وجوب بر الوالدين والبر موضوع كبير جدا ده ليا دكتورها سألت هايك فيه في المرة اللي فاتت هو البر والإنفاق أو العقوق لو عدم إنفاق عدم موتبع عنه بس أشرف وبعد كده ناقم البر مش مجرد التواصل وهنعرف وحنسأل السؤال بالذن نبنطرحه هل حبس الابن العاقب والدي ده حيحيل المشكلة ولا فيه مشكلة تانية ومش عايزين ده من الكام كلام النظري ده هو الإعلام يقوم بدوره والدين يقوم بدوره وخطبة الجمعة ماشي ده المفوض يحصل بس في الواقع النهاردة في 2018 والدرجة الكبيرة من العقوق اللي بيحصل ودي مش إساءة للشعب المصري ده بشهادة علمائنا ونوابنا في البرلمان ومشروع مقدم بالفاعل في البرلمان أهلي بيك وصدقش فتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حركة بك تمامي يا وصدقش فضل بعد إذن كنت كنت عايزة تكلفة موضوع مهم جدا مع الدكتورة ملك أنا واسم أنا مطلق إزاي حكا دكتور ملك بيسلم عليك بلينك إزاي فضل إزاي حركة دكتور دلوقتي المشكلة إن أنا مطلق وبعدين لقى يا ابنة من طلقة الأولانية ومتعنتين جدا إن أنا أشوف بنتي حاولت مرارا متكرارا مع الناس كلها إن أنا أشوفها دخلت ناس كتير عشان يتكلموا معاهم مفيش فائدة كل حقوقها وقتها وبعدين محاكم كتير وعرضت الصلح قدام إن أنا أشوف بنتي وبنتي الجيلي رفضين تماما أنا أقب الحمد لله بصلي وفي شغل بصرق أشوف أنت بتصرف على بنتك آه بيتجير أيوة فانديم فيه يعني أنا أصدى أقول أنت بتصرف المبلغ اللي أنت شايفه مناسب ولا اللي هي عايزاي يعني فيه رضا وبتروحت يعني وأنت بتدفع الفلوس ولا بتدفعها في المحكمة والله أقول لك فانديم بلاتي بالزبط أنا عرضت بس سريعا بس عشان ما يتفعها تاني تتضر سريعا أنا عرضت أنا عرضت كل حاجة يعني بالود هم رفضوا وعن طريق محكمة بقيت أخذ أروح أشوف بقاش حدي يرد علي وبقاش حدي يكلمني وأنا حاولت مرارا وتكرارا أنا مش أنا الواحد كده نفسك كيف في الأزمة اللي أنا فيها يعني حضرتك حضرتك رفعت دعوة رؤية وتحددتلك التهريج اللي بيتحدد ده اللي هو ثلاث ساعات أو ست ساعات أو ما إلى ذلك في مكان وعي بالزبط يا فانديم الناس كلها بتبص عليك والبنت حتى أو الولد بيكون متوتر أو يسيبك ويلعب أو تسيبك وتلعب ويبقى معها حارس طبعا علشان في بعض الحوادث الأخرى والله طب أشرف سؤالك فين بالتحديد بس شال الوقت السؤال السؤال ده مش عقوق ده يعني أنا فتك كنتي عادة مع والدك واخترت لولدك هي البنت عادة كم سنة يا فاندي كمس سنوات خمس سنين وحيك عادت بتجوز مراتك قد إيه ثلاث سنين وإنتوا بتطلقت طلقتوا بالمعروف ولا كان في مشاكل كان في مشاكل يعني أنا بعدت ناس بعدت ناس عشان استرحى وكده ومحفظش كمم إنت لغد دلوقت بتشوفها ساعات الرؤية دي ولا ما بتشوفهاش خالص لسه المحكمة ما بتتش في الموضوع لسه طب أنا بشكرك جدا بشكرك الرؤية المفرد تكون الحكم فيها سريع وابات على طول لأن هي يعني ما هيش قضية يعني ما تعتبرش من القضائق مش محتاجها سنين يعني فالمفوضة على طول طيب مننجع برد تانية فأنا يعني إن شاء الله بإذن الله بالنسبة ل نائبات مجلس الشعب هما اللقيمين بدور جميل جدا جدا إن هما يتدخلوا في هذا الأمر ولابد أن يكون للأب مدام قائم بكل مسؤولياته الشرعية والقانونية أن يزبط له الحق مش ليه لوحده لأهله وكذا حتى لا يكون هناك عقوبه سؤال النهاردة هل تؤيد حبس لابن العاق ولا لا معايا أستاذها مجد وبعاديها أستاذ مليجي أستاذها مجد تفضلي سلام عليكم أستاذ أحمد وعليكم السلام براحة روحة روحة تفضلي أستاذ ملي من فضلك أنا في سؤالين هاوكيهم لدكتورة مل تفضلي سريعا بس تفضلي هسأل على حاجة هل تعتمر عقوق ولا لا حاجة ممكن الناس تعتبرها غريبة شوية أنا زوجة أب مش أم واتجوز زوجي وكان عنده ولد لسه ما دخلش المدرسة الولد ده أنا ربيته لغاية ما وصل الجامعة واتخرج ووالده توفى هو توفى وهو في آخر سنة في الجامعة طلت جانبه لغاية ما تخرج والولد ده يعلم ربنا أنا عملته زي ابني بالزبط وحبيته جدا جدا زي ما يكون ابني بالزبط وأنا ربنا ما رزعنيش بأولاد الولد ده بعد أبوه ما توفى ما عرفنيش وبعد ما تخرج ما عرفنيش وكمان صغل قويس معايا جدا لغاية ما كتبت له كل حاجة كتبت له كل حاجة سؤالين سواء هل ده يعتبر عقلية سواء انت بتري يا وسلم أجد تريد كتبت له كل حاجة كتبت له كل حاجة يا فندي هي أم عايشة أنا غلط لا متوفية 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 من قبل ما تدوز وكتبت له بعد ما كتبت له كل حاجة عمل فيك ايه بقى حلب على الوش التاني خالص وبيعملنه معاملة سيئة جدا خطب واحدة قذرة جدا مش عايزة أشتري فيها استغفالله العظيم يا رب حساته علي جدا هي تبقى لك ايه يا ملهاش دعوة بينا ما تدخلش في حياتنا هو رماني تقريبا يعني أنا الحمد لله بشتغل ومعايا مرتابي ومش بحتاجة حاجة بس أنا كنت بحتاجة عطفه وحنان وحبه لي لم يكبر أنا كبرته عشان خاطر في يوم من يامي ينويلني بقى مية أو يقف جنبي أو حاجة زي كده أو يبقى لي يا ابن فعلا أنا كنت أخدها ابني دي حاجة يعني هل هل تصرفاتهم عايزة اعتبار حاضر ده السؤال الأول ده السؤال الأول يعني عايزة تقولي السؤال الأول هو على عقوق ممكن يكون تجاه زوجة الأب إذا كانت أمة مش موجودة وهي المربيات وهي اللي مكبراك السؤال التاني يا فاند السؤال التاني أنا الحاجة اللي كتبته له دي أنا طبعا ما خدتش منه ولا جنيه فيها أنا قلت له وشي كده أنا رجعت الكلام يا ابني في كل حاجة كتبتها لك رجعها لي تاني أنا غلطت إن أنا كتبتلك الحاجة دي هو مش راضي يرجعها لي هو هيك كتبتها له بناء على طلب ولا بناء على طلبك أنت لا أنا من نفس اللي كنت كتبتها له هو ما طلبش حاجة بصراحة طب ليه عملتي كده مش عارفة حبيت إنه ما حدش يورسني حبيت كل حاجة تبقى ليه حبيت كل حاجة ببقى عملها تبقى هو ليه آه يعني عايزة تقوليه في نهاية أنت كتبتي له اللي وخدتيه أو ورستيه أو تكسبتيه من أبوه كل حاجة حتى البيت اللي أنا عايشة فيه فهل دلوقتي أنا لما طلبه بالحاجة اللي أنا كتبتها دي غلط ولا مش غلط أنا مخدتي إنسان ما هيك بتقوليه موظفة وبتشتغلي ينفع الكلام دي يا جماعة تكتبي الكلام دي تكتبي بيتك عشان تمنعي حد تاني ورسك بشكرك جدا يا سلام مجد بس أنا بنقرر مرة تانية وربما يمكن إحنا عم موجودين النهاردة عشان لو حد بيفكر يكتب حاجة لا تكتب حاجة لولادك ولا تكتب حاجة لجوزك ولا تكتب حاجة لمراتك ولا مش معقول ما إحنا طول النهار بنشوف قصص على أرض الواقع أقصى مية مرة من الأفلام ناخد أستاذ مريجي ونرجع بعد كده نرد على الإسلام كله يا أستاذ مريجي تفضل السلام عليكم وعليكم أنت فين يا أستاذ مريجي بقى لك أسبوعين ما كانت ناش معنش كان فيه عندنا ظروف كده يا أستاذ أحمد لا يا ألف سلامة ونشارك وظروفك وإيه ستفضل الله يكرم حضرتك أولا من أولى الدنيا يا دكتورة ملكة ربنا يبارك فيك يا أمني أستاذ أحمد أنا بشكر حضرتك على طرف هذا الموضوع أنا بشكر والله العظيم الكلام اللي أقوله دا حي يا جماعة لا فيه نفاق ولا رياء أنا بقول يا ليتهم كان أحياء أبوي عمي والله كنت كل يوم أبصرق لهم قبل إيديهم ولكنهم للأسف رحل منذ ما يقرب من خمسين عاما فأنا بقول للشباب بتغلوا من دول اغتاني من الفرصة إن أبوك ومك عايشين اوعى قشف وجهم اوعى أهل بكياس يعني بس رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكرك خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر قالوا من يا رسول الله قال من أدرك أحد أبوي ولم يبدلهما خاب وخسر سيد القلق خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدنا عائل سوسين كل الأنبياء ومعروف وارث القرن ومعروف قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طب دكتور مالك إحنا ليه الأسوى دي بقت في قلوبنا نتيجة هقولك نتيجة حاجات كتير جدا نتيجة إن إحنا بنحد الله في حاجات كتير بنحد الله يعني إحنا بنبص ربنا قال إيه بنعمل عكسه طب وضوح مدام مجدى مدام مجدى طبعا 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 حليبة السعدية المردعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر كيف كان رسول الله بارا بها فليكي العقوق دي جريمة مش خاصة فقط بالأباء والأمهات لا ده العقوق إهلا بنصورها على يعني يعق عقق يعق عقق هل هي شركت بشكل أو بآخر ليه تصرفه ده؟ بالتصرف الأخير هي هو مالاشك كيبي هي اللي كذبت من نفسها يعني إنش علشان تتملك حبه ليكي وعلشان تحسسيه إن هو إمتدادك إنشي بخلاف الواقع هو مش إمتداد لكن إنشي من كترة حبك وإخلاصك لهذا الولد علمتين أنا نيه؟ علمتين هو الزاتية نميت عنده حدة الزاتية وأصبح لا يرى إيهنا نفسه النهاردة وفقاً لأحكام القانون إنك ما تدريش ترجع في اللي انت إني كانت إرادة إرادة صحيحة ما هو ما عملكيش تدليس ما فيش غش ما فيش غبن لأنه لم يقابل بيش وده دادسة برضو الدكتورة الكل بتفرج علينا من فضلكم تحت أي ضغط عاطفي حتى التوكيل التوكيل المطلق لأي ابن من الأبناء اللي هو التوكيل العام العام أرجوك رحمة كل أم يا دكتورة ما بقابلها ولها عاملة توكيل تقولي ابني؟ هو لابني حسر إخواته؟ هو ابني حسر أني اتبطأ؟ لا لأ ابني كل واحد متخاني لأجله ده ملاك كل أكتر القضايا اللي موجودة فيه أمام القضاء نتيجة التوكيل العام العام أو الخاص الله يرضى عليكم أرجوكم معي أستاذ فيه؟ تعالفين لكم بسرعة يا أحمد فيه أب يعني كان له مركز كبير جداً وكان بيعمل فكتب كل حاجة باسم بنته اللي هو عايش معها لأنه مراته كانت منضفين فكتبت البنت عشان إخواته بيورسوش لأ ادى للبنت يعني باسمها يعني مثلاً عنده كتب كل حاجة للبنت علشان خاف يموت فإخواته يدخلوا في الورس يعني أقول إن هي الأيمباجة فكتب لها كل حاجة فلما مات إخواتها عملوا إيه؟ تفقوا وعملوا كنبينا عليها ودي جاتلي جاتلي أنا كنبينا عليها وادعوا إن هي فاقدة الأهلية وإنها مجنونة وأثبتوا بطرق كتيرة جداً جداً إنها غير أهل الإبراغ دكتورة طب هو ليه؟ علشان يحجروا عليها حجر عليها وأصبحهم مرقة طب هو الرجل أنا فاهم إنه هو مع دوش شوات تانين هو ليه كتبتوا عجل بنتا بليه؟ علشان هي كانت ضله يعني أعرف إذا يعني إيه؟ إنها سر وديه قضية برضو دكتورة ملك هاخدها بعد التلفونين هل بعض الأحيان يجي السؤال؟ طب أنا ابني لتحت رجلي اللي بيخدمني ودخلني الحمام ويشربني أنا مش متحقي بقى في حياة عيني أدي له حتة زيادة؟ أو وصية أو أعطية أبنى هاخدت لكم بس أصوت فير وأصوت العلامية الطب أه أصوت فير أهلا بيك تفضل والسؤال فحمد باشا يا أهلا بيك عليكم السلام تحياتي ليك وللا دكتورة ملك بذكرك الابن العقلي تحبس ولا لا يفدل معاك الابن العقلي تحبس ولا لا يسس فيه اذا الايمان وضع فلا امان اه اذا الايمان وضع فلا امان ولا دنيا لما اللميح يدينه رب ابنك رب ابنك على الدين وعالحلال والحرام وبينهم سطور هو هيجيله الحنان للأب ده محدش يعرف يعني ايه طاعة الاب ولا طاعة الام انا يا ساد احمد حصلي موقف وانا عندي 26 سنة كنت لقى امتلك الا حق مقدم شقة كان معايا 2500 جنيه ابويا وقع وهو بيخطب الجمعة ابويا وقع فحبتهم والست اللي معايا صبر كنتكاتب كتابي وبقاش في جيبي مليم وبقاش في جيبي مليم والله بعد خمس هور اتجاوزت ما عرفش ازاي استاذ علك وربنا باركلي في عيالي واخر بنتي اتمنى اتبا الدكتورة ملك شريعة وقانون الاظهر دلوقتي كنت اتمنىها يعني تبقى دا الدكتورة كده ان شاء الله يلا خليها اتاخدوا المجلسين والدكتورة وديك نستضيفها برضو يعني استاذ خيهر برضو انا سألتك السؤال واخطتك ايه مردتش عليا ماشي بكامع الايمان والتدين والطاعة والتربية بس في النهاية في مشروع مقدم في البرلمان ولو اسواد كتيرة جدا مأيداه وهو حبس الابن العاق وتصل العقوبة الى خمس سنوات موافق على قلون دا ولا بص انا موافق من نشهة المبدأ للابن العافي العالي اللي بترمي اهليها في الشارع هو كان فيه قانون قبل كده يقول لي دخلك دخلك طالما انت عاسي ابوك او انت ابوك محتاج وما تدلوش كان زمان في الستانات اسمع يقول لك ربع المرتب يروح للاهل اه دا كان كده كان انا فاكر قال قانون عبدالناصر طلعه تقريبا ان ربع المرتب او ربع دخلك ولد او بنت بتشتغل والاهل محتاجين تقريبا يعني يدفعوا لكن هي حتة الخمس سنين دي ده بقى يعني 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 فيه اجرام قوي بقى يعني اللي ياخد الخمس سنين دولت يبقى مجرم يعني انت محرد على المدق طب لو قلت لك يتحبس ست شهور الابن العوسنة انت موافق على دا انا موافق بس الامة هتوافق والاقبة هيوافق لا هيوافقوا في الحالة دي لاني فيه اباء متبهدلين وما هاتف هقولك حاجة هقولك حاجة يا استاذ احمد نعم واحنا عندنا عندنا التشريع عندنا التشريع القوانين والدستور مش طلع من المادة الدينية اللي هي المادة الدينة في الدستور عايز تقولي يعني اي تشريع حيطلع مش هيصرع بتشريع من الدستور والمادة يبقى ينفس دا بقى الدولة نعم اجمع بحوث اسمي نفسه موافق دا بشكرك معي وزيها لمية وزيها لمية تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام روح تركيات وقتها فيه لغبات تفضل هيك تفضل مين معي قالوا لمياء معي تفضلي وزيها لمياء يا استاذ احمد يا اهلا بيك تفضلي بستاذ المياء انت معينا على الهواء تفضلي دكتورة العظيمة ربنا يديها الصحة وطلط العمر ويروق بالها يا مين يا رب الوقت العقوق يا دكتورة ملك يتنفذ القانون وسريعا وبيبقى مش عالام بس عالام وعالحمة ايوه الاتنين مهما تقيدي صوابعك العشرة شام عليها بصتها من غير كلامها وحشة حتى البصة نفسها اما تيجي تقولك مرسي او تانكيو تاند مرسية تاند وحشة البصة نفسها وحشة تعمل ايه بدول ده لازم لازم يكون اه انت الطلبية يعني انت عايزة البنت او الزوج اللي اتعامل حماتها وحش تبقى تعقها تتحمس طبعا طبعا حيحبس الناس كذير قوي حمواتنا ربنا يحبس حيحبس الناس كذير قوي انت طيبة طيبة او الزوجة الامية ويتعلم بجلاته اللهم عمواتنا تقولك مالك مربي قل من عند رب اذا كان يكيب تعمل كده ده العم ايه تعرفيها شخصين لا مقصودية وحشين اه اه لا انا هبتتكلم بزي ايه ايه او الزوجة الامية قال لما ظهرتي مع عزب شو وهو بيقلدك وانت اخذ الامور ببساطة جدا 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 اخذها ببساطة وبتتحكي يا على جمالك ايه ده انت ملاك ولا انت ايه قلبها ابيض قلبها ابيض وربي قل من عند ربي عايز اقولك حاجة يا دكتورة ملاك قعيني شوفي حضرتك لان انا متابعة بالرغم من ان يعني انا طلقت على المعاش ومتابعة التلفزيون قوي تعالوا حضرتك ارجوكي تعالي اعراضي الافلام الهندي دا يمتي ما بكتينا والاستاذ احمد اللي احنا بنحبه بكينا في اللقطتين اللي عملهم اللي ما شوفناهمش بقبلان لاني ما بتفرجش على الافلام عربي تعالي شوفي الاثنين اللي انت فرجتهم لنا انت حضرتك بكتي وانا قلبي من جوه بينهنه ومن بره بعيب بالدموع وبدال الدموع دم على اللقطتين البساط دي تعالي حضرتك تفرجي على الافلام الهندي وشوفي ايه معنا اسألونا روحي لك ووصلي للهندي يا دكتورة ملك الله يباركنك ويديك الصحة استطيب لحد الهندي ويترجملك عن دوم المشاعر الانسانية بجمدة جدا شوفي بيوطي ازاي على الارض عشان يلمس بتحطي ايده على راسه وراسه مرات ابنها وتقول حافظكم الله دارككم الرب ومراكم ربنا انت بقيت بتتبع الترجمة كمان وافلام الهندي اقول تكون التال قتلة يا دكتورة ملك اسأل قتلة سيطان سينج انا انا بشكرك 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 يا سلام يا دي دي ده ده يعني اهو بنقول اهو جرس انظار للمنتجين والمؤلفين احنا اهو جمهورنا راح للافلام الهندي للافلام الهندي علشان فيها فعلا فيها مرال فيها في الاخر احتراهم حتى مسلسلات والسورية كمان والسورية كمان والسورية ربنا يوفقهم فعز الظروف الصعبة اللي فيهم ينتهو منتج س将ي وقافل معي وساس خصني الساس خصني الاساس خصني تفضل ولكن complain اهلم وعليكم السلام يا صلاة خصني تفضل وعليكم السلام السوال احمد ويزياد عاملاتنا يعني Landsman في نفس الموضوع اللي انا بتكلم فيه ورضا ايو يعني سنتغالاتنا ومنهاrible معokoك الأبناء ايو طب في حضرتك دلولوطة イ انا لي ياぜ dobre هي اللي سايب اولادها وما بتسألش فيهم بالسنين. هل ده يبقى عقوق اباء? ما احنا اتكلمنا. سايب اولادها يعني سايب اولادها يعني يعني هو متطلقة ولا موجودة وهملاهم? لا لا ده هي سابتهم حضرتك سابت البيت وانا معي ولدين وهي معي بني. سابت البيت يعني زعلانا. يعني فرائج بينهم. اه اه. سابت البيت قبل كده. حضرتك والولاد دولت الولاد اه لا ولادي دولت واحد في كلية واحد في لسه في ولد تالي. هي هي بتجري حضرتك في المحكامة وعازوا تطلق وبتجري في الموضوع ده. بس ما بتعلش على هولاك تخالق. يعني ايه لسه عزمتك وانت سايبها بتروح عندبوها ودي يبصوا عليها يعني. ايه وقت الشقة وقعدة الوحدة حضرتك. وقعدة الوحدة حضرتك. وقعدة الوحدة كمان. يو اساس خاصلي. حيب الكيمي على امراتك ولا انتو اطلقت. ايه على امراتي. طب وانت زي ايه بل كزوج ان امراتك واخد الشقة عادة فيها الوحدة. حضرتك انا روحت الاهلها. روحت الاهلها واشتكت لهم. وقالولوا له احلها ناس رجالك بكتير. وقالوا احنا تملكش فيه. احنا 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 تملكش في انت. وهيك عادت متجوز بقى لك خمس سنة متجوزة. زي انا بقى احنا مقالنا حضرتك انا معايا ابني انا كان معايا ابني كبير اتوفى كمان كان مفروض الوقتي في ربع كلية. يعني متجوزين بقى لكم اكتر من عشرين سنة. يعني انا حوالي تلاتة عشرين سنة. من فضلك حصل لها الكيه دي. بعد وفاة ابنها. يعني بعد وفاة. استيس حسني انت معنا? بعد وفاة ابنها بكتير مكانش سبب ده. وفاة ابنها مكانش سبب لان ابنها ده يعني ابننا ده يتوفك وهي وهو كان مع اخوها اا اختها. ايه السبب استيس حسني مراتك سايبة عيالها وسايباك ووعدة في شقة لوحدها ليه? ما تقوليش روحت الاهلها قالولي حضرتك كزوج وكاب عارف. مراتك سايبة بيتك وسايبة عيالك ليه? انا انا اقول لحضرتك سايبة. سريعا بس الوقت اتفضل. اه اه لا سريعا سريعا. انا من فترة حضرتك كنت اتجوزت جوءتاني. تمام. فهي ثابت البيت ومشيت. فالعالم اتدخلت وانا اقول لأ رجع مراتك عشان لياله ومش لياله وكده. فطلقت الزوجة التانية ديت ورجعتها بيتنا وعيشنا وكل حاج. تمام. فراحة هي جاية الوحدة كده حضرتك عشان الاواضي اللي هي كنت رفعها في الفترة قبل ما رجعها كاش عايزة تنازل عنها. لغات ما راجل حضرتك وقعد السنة والاواضي واصلت معي لمراهل لاخر مرحلة قضائية. ليه جرح المستقنفة الايمة ومش الايمة والكلام. يعني هي رجعت لك وعيشة معاك تحت سقف بيت واحدة بتاكل من اكلك ومن شربك والاضايا مستمرة. ومش راضي حضرتك تتنازل وقلت لها روحي خلاص المحام شوف المحامي عايز هاتين بخلصات. وقلوه عايزه لو عايز جميع عايز الف عايز ميت الف انا حد تهم له. طب السؤال فين يا عشان صحوصي. السؤال فين بقى. يعني القضية هنا ايه. حضرتك هي دلوقتي مش عاكر لعيالها اللي هي سعيبهم بالسمين وممنوع ممنوع حضرتك من ان عائل يعرف. وممنوع البنت اللي معاها تتصل باخوتها او تسلم على اخوتها. اهو انتم قسمين العيال انت معاك جزء وهي معاها جزء. انا معايا الولادين انا معاها البنت لسه سنة رابعة بتداي. بتصرف على البنت دي? انت بتصرف عليها? انا انا كل اسبوع حضرتك بروح اشوفها في الرغية وحاصل مشاكل كتير في الرغية وبس ديها مصروفها وبجيب لها حياتها وكل حيات. بتتفعلها نافقة يا فندم مش مصروفها بتتفعل نافقة? حضرتك اسبوع مصروف مدرسيتها. دي بنتي دي بنتي انا مش مش حاضر اعاند مع امها عشان بنتي يعني مش هي ال. طب السؤال الاخير يا شخص حسين انت مبتلقاش الستة دي ليه? حضرتك انا انا مش عارف عنها عشان الولاد ديها تستحمد. انا ما هي خراف ديها كده بن الزالي. طب اه 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 هي حطور دايك دكتورة مالكة وضع اه يعني انا مش عارف قولي وضع واضحة مش طبيعي كأسرة. طبعا يعني هو فيه اكتر من جانب. باشتراك اساس خص. اللاني بنقول ان هما كانوا متزوجين هو بتزوج امرأة اخرى. للأسف الشديد. اه. الصدمة. النظرة. النظرة اللي التعدد يعني فيه نساء كثيرات اه يعني يتمنوا ان الزوج يموت لكن ما يجوزوا. امس في جناسته ولا في جواسته. بالظبط. تمام. بالظبط. ده وبعدين هو رجع. الناس قالوا له ولادك ومعرفش ايه. طب الناس اللي قالوا له ولادك والكلام اللي هما بيقولون. ليه ما قالولوش لما كان رايح يتزوجه. ايه السبب اللي خليه رغم ان انا اه ارى ان التعدد مباح. اذا توافرت السلوط الشرعية اللي ربنا امرنا بيها او امر بيها. لانه اصلا التعدد مقيد بذاته ومقيد بغاية. الوضع. طب ناخد اماني بس نرجع تلي القضية دي. ناخد تليفون ايه. كلما بيحبوك وعليزي يكلموك. اماني اتفضالي اتأخرت عليك صح? خط قطع. قالو. فصل. طب في الحالة دي اعملوني. يعني هي من وقت هذه هي بالنسبة لها جريمة. وبعدين الستة ما بتنساش على الفكرة. لكن بتستنى تبدل قعدة مستنية. الوقت اللي تنقض على الفريس. يعني ده رد فعل طبيعي. كيدهون عظيمي. اه. طبعا ايه. انخذت بدليل انها استمرت في القضايا وهو بيقول لها الايمة. طبعا عاملة مبلغ كبير جدا. اه. ده اللي انا عارفهم. هي تعلمت الدرس تبقى. هي في الاخر فقدت الامان. اه. بالضبط. بالضبط. اما انا بقوم جهلها الكلام. اما بالنسبة لانك تفرقي بين الاخوات. مه. فهو ده نوع اشد انواع العقوق من الام التي يتفز ما بين الاخات. نعم. طبعا. لان رسول الله صلى الله عليه قال ساوه بين ابنائك. طبعا. مش المساواة بس في القرص. لا. في المعاملة. في المعاملة. في المعاملة وفي الرعاية وفي الولد الكبير. محتاج لك يمكن اكتر من بنته وخمس سنين. طبعا انا سنك برضو يعني ده هيخلينا نعمل الاسبوع اللي جاي حلقة مع دكتورة ملكة. مش عن عقوق الابناء عقوق الاباء كمان. يعني فيه اباء لا يستحقوا اساسا كلمة اب او ام. ده هيكون موضوعنا معي. معي استاذ اشرف. بس ناخد اشرف في النرجع تاني. استاذ اشرف اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام عليكم. اهلم بيه كمان تفضل. عزر بشرتك سوائل لو سمحت. هتسألين. ولي بيتطلق الوقت بيتعمل له طمن اوادي. اللي بيتطلق ايه? بيتعمل له طمن اوادي. لأ عشرين. يعني ممكن جدا جدا. انا دلوقتي جبت اتجوزت. اه. وخلبت تلات بنات من ضمنهم واحدة محامية. مش او الله. وشقق ختب الحفتك. يعني هيك خلفت تلات بنات كبروا بقيت وحدة فيهم محامية. وجبتهم واحدة محامية. مش او الله. بتتبرى مني عشان انا شغلت سواق بالصرف الصرف الصحي. بنتك بزبرة منك? اه عشانشغلت سواق في الصرف الصحي. طمع انت بتشت tudo عمرك تشغل سواق في الصرف الصحي? اه شغالت بل حديدك يعني هيو شغالت كاربائي اتبرت ميني اتبرت ميني عشان شغال ايه في الصرف الصحي كاربائي. يعني ايت برت مهمك اببرتهم واستحملت عذاب امهم. معاي ياستاز? معايك. استحملت عذاب الام في الغلط بتاعها واشتميتها. قلت عشان بخاف ربنا لحد ما عفضلت لك عائل الكبار لحد ما بيتني في الاسم يا خبر السود يعني انت جيت مرة بلع بجيت مرة بقولهم الاكل العائل فين قالتلي مش موجودين راح اتشبه الدين وكلام من ده المهم عصابي تلفت ما حسيتش بنفسي والسكان عارفة بكل حاجة ام خدت بعدي اخدت بعدي ومشيت راح اجابتلي بيت المحامية خدت جابتلي تقريب تبي بنتك اه بيت المحامية لربتها وطبعا الام طبعا عشان تلعد مش تمام خدتها عملت لها جيت قريب تبي وكلام من ده وده عندك اللي عندك يعملو كامل عشان ابتديت انا ايه الشقة كانت باسمي كتبتنهم باسمهم كنت باسمع للشقة كل شهر كل سنة خمس سناف جنيه ايه اللي خلاك تكتب الشقة باسم بناتك ليه اه انا كتبتها لمراتي قلت عشان انا روجرالي حاجة اه انت عندك بنات خفت اخوتك يوريس اه قلت لات بنات قلت ايه روجرالي حاجة خدت باسمع لي معاك باسمعك عشان اه قلت ايه 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 حاجة دول بناتبه مكان الام تلعت الام لما اخزة بالغير اللافظة بس جارح او حاجة اه روحت الام روحت لاخوتها اخوتها قلتها ابتلاحها طبعا من الناسبة للكانوب بتاعنا لما طلع انا اللي عشيلي الليلة لما بيتوني في القاس موقتي ايه لما روحوا دي كيلة النيابة ارجع نفسي لو قلت انا غلطانة يبقى ليه يبقى ليه العيلة هتتربح ايه جات لو كيلة النيابة اتمنى هتاخد تعهد عليه عملت كده قدام وكيلة النيابة حتى بصلي قال لي انت جبتها من اين طبعا طلعت من النيابة في ايد الحديد مظاري كان وحش جدا طبعا كنت طبعا من شقة في الانوفيل وشقة في البيبين منشاية البوابة طلقتها وروحت للمأزون قتالي للمأزون لما كلمته اتمنى هتا فلوس الكنون معايا الكنون طب ازا بيعمل كده المهمة عملت 8 اواضي واخر عضية جاياني الموت 24000 جنيه اعمل من اين اجب من اين بيخضوا دلوقتي مني 1350 جنيه اا للعيال انا عيت مني طبعا جيت اتجوزت لان طبعا نما زعلت بقى جاني القلبي وجاني العيه والكلام من ده لان عيالي بيتبروا مني عشان في الصرف السحي ايه طبعا فجيت طبعا الكنون دلوقتي جرى علي 24000 جنيه حسب للتلت طبعات ما شابت في المخضر اللي هي عملها لي وقدمتها للقضاء طبعا استاذ قرشى فوق السؤال يعني التالب بنات مفيش بنتي فيهم حنينة مفيش اللي واحدة كانت انا كنت عيه واروح المستشفى الوحدي علي ساني يا صغيرة عشان بس بسوعة عشان الوقت لها بس اا كنت بروح المستشفى الوحدي وكان محدش يجي معايا فدلوقتي جينا 24000 اجيب منيه حاجزوا على الابس بتاع طليتي اا لأ طلقا على الزوجة التانية انت جوزتها بقى اا حاجزوا على عبس بتاعها فروح باستئنام طب انت السؤال فين يا صغير عشانو وقتينها بس انت السؤال فيه انت عمرنا بايه بتسأل فيه الامر دلوقتي انعين سفهم دلوقتي حاجة مش بيتحتي ومعمولة ايمان معمولة ايمان الجديدة معمولة ايمان الجديدة يعني انت ماضي انت ماضي على اي من زوجة تانية بس هما دخلوا لو ده الفرش انت قاد عليه فخدوه لا ما خدوهوش انا دروس بقى لاربع سنين خدوا طبعا ده خدوا السنين كلها اللي المحكمة حاكمت بيها المحكمة حدت عليها مبالغتي ايه لا دفعتها اللي هي السنين اللي طلقتاوا فيها معين اتعدتك والسوز اشرف ايه السبب يعني انت كاب بقى ايه السبب اللي خانتك مراتك تعمل كده بلاتك تعمل كده 24 ساعة هل انت هل انت احسن تغطي يعني اه تربيتهم اذا فتلعت الام هنروحتي لاخوتها يعني اه سريعا بس القرش يعني البيحصل ده بس اللي اخوتها اتبروا منها انا عايزة عرب يعني ايه اتبروا اتبروا منها انا الاختنا دلوقتي من الموامزة العياد دلوقتي اللي بتصل لواحد يعني كلمة على فكرة اتبرة عارفة معنا ايه ملناش كلمة عليها يعني انا بسمعلك اصدري دايما يقولك انتو الاتنين انت عارف اه عصبية وما تسمحش كلامنا ومتخلق معنا انتو الاتنين بقي الشرابح انت بتاع خليكوا في بعض يعني دي مشكلة ان البيت مالوش كبير مالهاش اخ كبير يشكمع مالهاش قبي كبير يعيبت سعادتك نعم صحي كلامك مذبوط صحي كلامك صحي كده صحي كلامك سعادتك انا رحت لاخوتها قلول احنا مناش جعوة منك لا موتها منك اه مناش دعوة بيها امو انا بشتر قلت ما طلعت من اهتمة قلت المسلمين جوجة داني طلعتها والاواد اشتغلت بقى والكنون معها الستات لا لا الكنون مش مع الستات هو بيلعبوا للأسف البعض البعض من غير ما يعني ما يتعمق في القضية بيسرع فيه اخذ الجانب اللي موجود عنده الموكل بتاعه ويبتدع ويبدع والحيان الكتير ليه بقينا في الخصومة بنصق الى هذه الدرجة اذا خاصة ما فجر انا بولي مثلا كان يسيب حاجات من ورثه يقولك دا كفاء دا اخواتي دول العنامي يعني فكت انه الدم اللي بيجر في عرقنا واحدة رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى كان رسول كان الامام فضيلة الامام الشعراوي رحمة الله اللي كان بيقول ايه كان بيحص الشباب على انهم يتزوجوا بدري يقول كان بيقول كلمة حلوة جدا جدا كان بيقول ايه علشان تلاقي اب لك في شيخوختك يعني يجي يتفرق رحمة الله علي ان شاء الله نتقابل ان شاء الله في اعلى عليين باذن الله مع سيد رسول الله يبا اذا الحياة اللي بنشوفها دي الغلط فيني هل هو مرباش كويس هل هو محسنش في كار الزوجة في الديدان اكيد هل هو مرباشينا من قوة في البلد رحمة في مبدأ يقولك 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 الحرام ادفعوا ضرايب ادفعوا قهراءة ادفعوا مية بس مجيش بيه اكل تكلوبي راكتب المبدأ ده الحرام حرامي يعني يقولك ايه الحرام ده حطه في الحاجات اللي هي رايحة كده كده هو ده مش حق ده مش دين عليك اما بتدفع الدين لازم الدين برضو الحلال طبعا تمام يعني يا جماعة والله الحرام ده مصيبة جميع يبا المال الحلال في الاول المال الحلال رعاية ربنا ووفقا للي امر بيه رسول الله في قضية الاختيار انك تختار المرأة التي تكون من اصل صالح خير ما يكنز المرأة في دنيا المرأة في الصالح والصلاح مش بس شكل مش علشان لابسة ما عرفش ايه وابوها شاخ طريقة ولا لا 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 الصلاح هتشوفها بتعامل امها ازاي بتعامل اهلها ازاي بتعامل الناس الغلابة ازاي كل ده على فكرة انا عارفة ان فيه كتير جدا بيتحك كبري مخك بقى حطول تقول لنا تنشل لنا انا ما بنشيتش ده واقع لان المرأة الصالحة بتفضل جنب زوجها ولو شافت اي نفور من ولد او بنت هي اللي بتقف هي اللي بتقف للولاد احتلموا ابوكوا لا ده عشان ابوكوا لا فانا شايفة ان فيه خلل كان في تربية الاولاد وكون المحامية عارف ابعت شكوى ومذكرة للاستاذ محمود عشور نقيب المحمين سامح عشور سامح عشور ابعت له هذي مذكرة هل كنقيب المحمين طبعا حينظر في هذا المرء وحيحق احنا النهاردة جالنا تليفون بيقول بنت المحامية اللي كبرتات استعرميني عشان بشتغل فيه الصرف الصحر الحالة اللي فاتت الدكتورة برضو استعرت من امها ويتلها انا ازاي معايا سهام انا معرفش واحنا بنكبر عيالنا عشان يعيرونا لما نتبر يعني طول عمر يا بوي يقولي انا مش عايز حد يكون الحسن مني الا انت يعني ده ما بتمنياش وانا بتمنياش حد يكون افضل مني الا ابني في النهاية انا بربي وادفع وطول الحياة حتى يقول له اب في شيخ وخدي معايا سهام اتفضل يا سهام حاجة توجي على القلب بالحالات دي انا مش معا ان الابن يتحبس ازاي ابو وام يوفقوا على ان ابنهم يتحبس طب لو رموه في الشارع يا فندم نعمل فيه ايه لا لا اصلا مفيش ابو اا ولد متربي اهل وربوه وابوه وامو كان احنا يمين عليه وهم مصغيرين انا عند اربعة سبعين سنة على فكرة عند البنات وعند الولد وجواز بناتي بيحبوني وامرات ابني بتحبني عشان انا ما بتزخش بحد وبعملهم كويس حياتك مثالية معدي ديش مشاكل حضرتك مرة كده حضرتك سكنة فيه انا في القاهرة في القاهرة عايزك حضرتك ان شاء الله كده اقرب محكمة اقرب محكمة روحي نشوفي الجرائم اللي بيرتكبها الاولاد في حق اباؤهم وامهاتهم احنا مش هنتكلم نظري انا بكلمك من واقع عملي وللأسف الشديد وكنت بعرضها ان بيتنازل بس بنسمع اراد الدكتورها ملك عليك وهرجع للتاني اسمعيها اسمعيها بيتنازل كل حاجة هي بتقولها بس انا من نوع انا بحب اولادي جدا وشفت اهالي نفسهم وحشين مع اولادهم انا شفت اهالي شفت اب بيروح المحكمة ويروح بجلبية مقطعة علشان يتحكم على ابنه بحاجة وهو مش محتاج طب ما لسه بتقوليني ما يتحبسة فيش ابو وام هيسمحوا بخبس ابنه ولسه دولتي بتقوليني في ابا بيبسوا جلبات مقطعة عشان ياخدوا من ابنهم اللي هو عايزينه بيمثل يعني اه بيمثلوا طيب مستغربة ليه بقى ان في ابو واما هيسمح ان ابنهم يتحبس ليه مش ياخد بال حضرتك انا اقصد بقول ان انا عمري بقبل ان ابن او بنت ليه تتحبس معادي ان الواحد يقول ربنا يهديهم لو هم وحشين وربنا بيهديهم يا مادام سهام حضرتك علاقتك طيبة بولادك طب سهد سهام اسماعين بالسماع اسماعين انا بقول ايه بقول ربنا مباركلك فمعندكش مشكلة في ناس تانية عندها مشكلة في اباق وامهات او اللقطات اللي عرضناها من شوية اللي هي ستة قعدة ومعاها ورقة مانوان دكتور عبلك كحلاوي شخصيا وهي على قدر الحياة وقالت هالي ودام دار المسنين لقت ستات قعدة ابنها بنزها من عربيته وعندها زهايمر وفي ايديها ورقة نطرفش اي حاجة ورمهاله ودام اتضار ومشي ونجي حلاة الحاجات دي قليلة اوي انت عايزها ايه عايزها تتزيد يعني عايزها ان احنا مئة مليون لو عشرة مليون بعملوا كده ايه وانت عايزها تبقى كثيرة كمان ابني بف زعلان اه ام بيته في الاس لو انا موضوع يا ستي انت مش فهمة الموضوع الموضوع ان احنا الموضوع هذا القانون او مصروع القانون على اساس ان النيابة او المحكمة بتنظر وفقا للجريمة قلتها قبل كده لو شلت الاب والام الجريمة بتبقى متكاملة بمعنى انه هو بيسرع ابوه امه بيضرب ابوه امه لو ضرب واحد في شارع سبب او سبب او قذب جي بتكون جريمة مستقلة بغض النظر عن الاب والقانون يعني هذا القانون يا فندم للحالات الشزة الاساسنائية الندرة جدا اللي موجودة في المحيط العربي واللي بتكون الفعل يكون بذاته جريمة متكاملة الاركان بمعنى انها لو اتعاملك في واحد في الشارع او في جاره او في جارته بيتحاكم لما يسب واحد ده سب وقصف على ان بيتحاكم طب السلام احنا بنعمل ده علشان الابا والامهات ما يتمرمطوش ويتدهدله في اواخر ايامنا يعني مثلا الاب ما بيتفعش فلوس لأولاده وبعد كده يشتكي كمان اولاده يحبسهم بقولك يا استاذ سامي الوقت انت عندك قضية معينة او عندك يعني عندك مشكلة معينة شايفة ان الابا والامهات هما الغلطانين انا بكلمش على حالة شخصية عند حضرتك انا بتكلم في ابا وامهات كانوا كويسين جدا كانوا كويسين جدا وتراموا في الشارع عندي لسه واحدة مكلماني ربت ابن جزن ايه كانت مرات اب وكتبت له انا سمعت القصة دي بس هي غلطانة غلطانة انها كتبت بس في النهاية كاما عرد الفعل يا استاذ السامي اخلي سابت بيتها يعني خلت البيت ليها اه طب لا والله ما عندي اي مشكلة الحمد لله الحمد لله دايما ان نحمد ربنا على النعم وما تلقفيش يعني حجر عزرة في الناس الغلابة اللي بي ده واحدة وطبيبة ومشهورة يعني طبعا لوله سرية من راح ترامت امها واخد بها واستاذ جابعا وراح ترامت امها وطبه بقولك وراح ترامت امها في مستشفى مش حالا اقول اسمها طبعا معروفة هزي المستشفى فلما راح زورها زمايلها زمايل الست المرمية وبعدين على فكرة يعني يعني الام وكتبت لبنتها واخوتها وزعت مراسها بيوفقا لكتاب الله وسنة راسمه وعيشة في شقيتها في مصر جديدة وما عيت رأت رامت خدتها رامتها لان ابنها توفاه الله وهو شاب كان لسا متخرج من كلها هندسة ومات كده سكتة قلبية وفدت البنت دي رامتها في المستشفى وقالت ان انا علشان لما راحت بنتي تزورها انها كانت حميمة حميمة لها رغم انت بحبها زي امها وكده فلما راحت وملاقيتاش لقيت الممرضات قاعدين بيعملوا شاي على البجور بجور اله ده في المستشفى في العنبر فقالت لها بصت طبعا زهلت يعني جالها هلع فقالت لها هو فيه فلند كذا 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 قالت لها مرمية احنا كاي راحت لقيت فجلت تسرخ يعني قلبة المكان سرخه وصواته وكده وبلغت طبعا الشركة اللي هي فعلا شركة اجنبية وليها تأمين وخد بالك المهمة غير انها هي غنية أصلا ففيه امسين انا ليه قلت الموضوع ده عشان اقولك يعني هي مش محتاجة الامر رحمة الله عليها يعني توافع الله يعني مش محتاجة ومعها كده اترامل ده يدل علي ده مش حقوق وانتي استاذة وطبيبة واخسامت اليمين ما هيك عن لقائك مع الله هي الاخلاق بتتجزق يعني ده من اقولي هو انا يعني ممكن يكون امين في عملي وفي شغلي استاذة جامعية بيرفكت وهيلة وعندها ضمير في شغلها ويبقى ضميرها ما هي اتجاه امها وابوها سبحان الله يعني هي شايفة هي بتحللها يعني لما حللت قالت ايه اطري انا انا مديرة في المستشفى مين اللي قال كده ايه رعوك ده وديها في مكان واخد بالك التبع الشغل بتاع الشركة المكتب اللي اكنا بيه ملكي جعا بيها يعني تعالي يزوريها هي ممكن توديها في مكان قريب منها لا لا دي مكان بعيد دي مصر جديدة اول 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 مستشفى لانا بقولك عليه دي في الدقي نعم طيب طلعين فاصل اعلاني سريع ومزلنا مستمريين مع حضراتكم النهاردة لات خمسة وتلت تقريبا وهل توافق على حبس الابن او البنت العاقة تجاه ابوها او امها ولا لا تابعونا بعد الفاصل يجو يوم ما انا اموت كويس حينفرد اللي عايز تقولي ان الام بتجمحهم فلما الام بتجمحهم فلما الام تختفئ الابن الكبير او البنت الكبيرة تعمل الضردة ايه ان ايه ان انا يعني ممكن اعقوا امي وابويا بعد وفاتهم ان انا اقذي يعني مش بس كده اقذي احد كان له علاقة حب بوالديك عشان كده انا اعرف ناس تقولك ده كانت حبيبة امي انا بتصني زي او حبيبة ابوية طب نشوف بس منار المنار هانا بتفضلي بس العقوق اللي هو بعد الوثان مفهوش حبس مفهوش حبس هو بس الاسنائي الحياة انا بيك يا سيدا منار اتفضلي الو الو طب نعود بقى مرة اخرى طب فاصل مايش بقى انا بتاخر عليكم للاسف محبش اقطع بس كلام دكتورة ملكة كل شوي لو بنيتكلم عن ايه الاخطاء اللي احنا كاباق ام هات بنقوم بيها بتوصلنا في الاخر ان عيالنا يتبروا مننا او ان عيالنا يرمونا في الشارع ويسيبونا بورقة بالذات لو مريض زهايمر او غيره او مبتعفش تقرأ تكتب يقولها وصلها الاول درموسي دي نعمل ايه غلط اي اي مرض من الامراض اللي انت بتشوفها الاجتماعية نبع من العقيدة زي ما قلتلك قبل كده تمام المال الحالات دي نقطة مهمة المال الحالات الرعاية والحفظ بمعنى انك انت تبقى مثل اولادك رعاية ايوه لا مكونش مرتاش وابنك بشوفك انت بتاخد الرشرة ايوه وبتشرب وعندك هطول النهار اعجلي على القهوة وصيب اه مثلا او بتخلي مراتك هي اللي تشتغل وانت قاعد في البيت او اه يعني ست في مستشفى معروفة جدا جدا كانت تعاملة من متضغدغة متضغدغة لان زوجها زوجها بيتعطى واجه بالليل وطلب منها الفلوس ما كانش معاها فلوس ومعاها بنات دقاها علقت موت علقت موت فلما البنات يشوفوا امهم بتضرب الدرب ده منين هيكون عندهم حمية تجاوة والرحمة بالاضافة الى ان ظروف الاقصادية الاقصادية اثرت على المشاعر بالاضافة الى الاعلام الله يرد عليكم الله يرد عليكم احنا صناقصين يعني لما واحدة جميلة ومعروفة وبتؤثر تأثير مباشرة على المجتمع تاخد بوكيورد وتروح ده في مسلسلة يعني يا دكتور مالك عايزة تقول في المسلسلات النهاردة تعودني على وجود ضدار المسلمين العقل الباطن تعود على العقوق العقل الباطن احنا بنكون بنكون للطفل او للطفل او للشاب او للشابة حتة ان هي بدءا من من مدرسة المشاعبين احنا كلنا ونجح حتنا نجاح رعيب وكده دي كانت بزرة من الدول اللي هي نمت بعد كده والعيال كبرت وحتة عدم الاحترام عدت حدم الاحترام حتى لو كنا بنضحك يعني برضو مازلنا مستمرين في فتحة هذه الملفات الشائكة الاجتماعية اذا حذرنا وانظرنا ارجوكم حدش يكتب بيته او ممتلكاته او فلوسه لاي حد ماهما كان الله يرضى عليكم التوكيل العام الله يرضى عليكم اول حاجة حذرنا فيها في حلقتنا النهاردة النقطة التانية كمان المال الحلال النقطة التالتة ان يكون قدوة لابنائنا ويعني اكيد في موضوعات تالتة ورابعة وخمس زي الاعلام دكتور مالك الزرار بطول في المسلسلات النهاردة بنشوف دار المسلين بقت عادية بنا بنتقبل وجودها الام كمان مش جابينها زعلانة او غطبانا انها قاعدة في سري الشيك وجانين والبنت رايح تزورها ببوان تزييف الواقع مزيق والله يا جماعة ده تزييف تزييف الواقع انا بشكري جدا يا دكتور مالك يا نورتين النهاردة بشكر ضفتي الكريمة دكتور مالك الزرار ان شاء الله بإذن الله امين يا رب بشكر ضفتي الكريمة دكتور مالك يوسف الزرار وفقية العصر واستشار احوالي الشخصية بجده كانت حلقاتنا النهاردة على التهاية الاسبوع بسلام الاسبوع القادم هيكون اللقاءنا معا حضراتكم من السابت للاربع هشوفكم ان شاء الله يوم السابت اللي جاي فرع بيع حالقة جديدة مع الدكتور ميسون الفايومي والطبيب زائر من فرنسا عشان نتكلم معنا الزواج المختلط ايه جبيات وسلبيات تأثيره ايه عن المجتمع هل هو مفيد هل هو مضير هننصح بيه ولدنا ده اللي هنتعرف عليه من خلال ترفعات حضراتكم يوم السابت اللي جاي فرع بيع حالقة جديدة من بردمتكم عما يتسألون محمد عبد ألوذ به إلا تياسني مولاي يا مولاي 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 اشتركوا في القناة